فتاة شابة مؤمنة شريفة رأت في عالم الرؤية في السماء قمرا منيرا وأطراف القمر أربعة أقمار نزلت الأقمار الأربع في حجرها انتبهت من النوم أمه رأيت في عالم الرؤية من السماء أقمارا أربع نزلت في حجري مسحت على رأسها حبيبة فاطمة سوف تتزوجين رجلا عظيما ترزقين منها أربعة أولاد كان هذا في ذغن فاطمة مضت أيام طرق الباب من الطارق عقيل بن أبي طالب عقيل سيد من سادة العرب دخل عقيل عقيل جئت خاطبا ابنتكم فاطمة لمن؟ لأخي علي بن أبي طالب فاطمة خلف الستار تسمع قالوا لنسألها جاءوا إليها فاطمة ترضين قالت نعم بشرط واحد ما الشرط؟ قالت أن تسألوا الحسن والحسين أنا وين؟ فاطمة الزهراوة أنا أدخل في بيتهم خادمة إذا يرضونني خادمة أدخل جاءوا إلى الإمام المجتبى يا ابن رسول الله إلى الحسين يا ريحانة رسول الله خادمة اسمها فاطمة تريد أن تدخل بيتكم أذن الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم جاءوا يا فاطمة صدر الإذن قبلت بالزواج ليلة الزفاف زفو العروس إلى بيت علي بن أبي طالب بيت الشرف وصلت عند الباب قالت لا أدخل لما لا تدخلين؟ بيت الزوجية بيت الشرف أمير المؤمنين قالت لا أدخل إلا أن يأذن لي مولاي الحسن أن يأذن لي سيدي الحسين إلا أن تأذن بنات رسول الله قولوا لهم بأن الخادمة جاء رحم الله هذه الدموع أذن للعروس أذن للعروس دخلت صباح العرس أمير المؤمنين رجع من الصدار العروس تبكي ما يبكيك يا فاطمة قالت يا أمير المؤمنين أرجوك لا تناديني فاطمة فإن الحسن والحسين حينما يسمعان اسم أمه ما ينكسر يا أمير المؤمنين لا طاقة لي ينرى الدمع بعيدي الحسن والحسين أمير المؤمنين قال نعم أنت أم البنين هذا شو وقت بعد ما عدها أولاده نعم أنت أم البنين سماها أمير المؤمنين كناها أم البنين 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 أم البنين